السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة حلقتنا النهاردة حلقة مميزة حلقة مختلفة هنتكلم عن موضوع مهم جدا موضوع بيعاني منه كتير جدا وما يعرفوش إيه أسبابه وما يعرفوش يعني إزاي على الجوه وما يعرفوش إيه أعراضه هنتكلم عن القولون العصبي ناس كتير جدا بتعاني من القولون العصبي وما يعرفوش إيه هو القولون العصبي وما يعرفوش إزاي على الجوه طب الأعراض إيه هي الأعراض وإيه هي الأسباب هنعرف كل ده مع الدكتور الغالي جداً على قلبي يعني اللي مشرفني ونورني دايماً في الحلقات بتاع برنامج حلم حياة والدكتور خليد الزهيري إزايك يا دكتور عامل إيه؟ إزايك يا أستاذ أحمد أهلاً وسهلاً بحلقة لك وبرك إيه الله يكريم أهلاً بحضرتك وحضرتك نورت وطبعاً كلك وحشة ندخل بقى في الموضوع على طول القولون العصبي أريد أن نعرف إيه هو أساساً؟ يعني إيه هو القولون العصب؟ القولون العصب ببساطة شديدة خالص هو عبارة عن اضطراب وظيفي في حركة القولون وليس بسبب خلل أو اضطراب عدوي في القولون نفسه يعني هو خلل وظيفي وليس خلل عدوي في حركة القولون وليس له أي علاقة بالأمراض العدوي مثلاً بيكون مش نتيجة للتهاب في القولون أو نتيجة لأمراض تقرحات القولون أو الأمراض المنعية لبتصيب القولون لا هو اضطراب وظيفي في حركة القولون وليس له أي علاقة بالقولون نفسه بالعضو اللي هو القولون تمام يعني حضرتك حيث توضح أنه ده عرض مش مرض بسبب مثلا هو مرض كبير ولكن أسبابه يعني مرض وظيفي وليس عضوي تمام طب ليه سميه بالقولون العصبي يعني ليه تسمى بالاسم ده عشان هو أكتر النوبات اللي بتيجي فيه أو بتحصل أو بتأثر على الناس وكده المصابين بالنترازمة دي بتيجي وقت الزهق أو وقت التوتر والعصبية والاكتئاب فلوه قال ليه علاقة بالجهاز العصبي وكي تمام طيب إيه بقى الأسباب؟ يعني عايزك تكلمنا عن أكثر الأسباب اللي بتسبب القولون العصبي أكثر الأسباب اللي بتسبب القولون العصبي هي كلها نظريات ولكن إحنا بناخد منها وندي يعني زي ما هم كاتبين بالظبط يعني فالنظرية الأولى بتقول أن فيه بيحصل تكلصات عضلية في الأمعاء لأن جدران الأمعاء طبعا مبطنة بطبقة من العضلات الملساء والعضلات الملساء دي بتكون قدرة على الإنقباض والإنبساط فهي بتتكلص أثناء مرور الطعام في الجهاز الهضم فلما تتكلص ممكن تكون التكلصات دي شديدة ومستمرة وقوية فتؤدي إلى الانتفاخ والألم في البطن والإسهال أو ممكن تكون التكلصات دي ضعيفة ومستمرة وبسيطة فتؤدي إلى أن البراز يكون جاف وصل وتؤدي إلى تجمع الغازات بصورة كبيرة في القولون دي أول نظرية نظرية التانية بتقول أن بيكون فيه تنصيق بين الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أثناء عملية الهضم فبالتالي بيكون فيه إشارات بين الجهاز العصبي فبيحصل تنصيق بينهم وبين بعض فنتيجة للتغيرات دي جسم الإنسان بيبدأ يرد رد فعل مبالغ فيه شوية فنتيجة لرد الفعل من مبالغ فيه دي بتبدأ تظهر الأعراض اللي بتظهر على المريض زي الإمساك والإسهال والألم أو ما شابه فيه نظرية بتقول العدوى يعني هي الأعراض عشان برضو أن نبقى موضحين للأستاذ المشاهدين نحن نوضحها بعد دي مجمع الأعراض دي مجمع الأعراض نقول للنظريات ونقول أعراض القولون العصبي النظرية التالتة بتقول أن بيكون الإنسان ده تعرض في فترة من الزمن لعدوى شديدة سواء في المعدة أو في القولون ونتيجة للتعرض للعدوى دي حصل عنده الإصابة متلازمة القولون العصبي أو القولون المتهيج فيه نظرية بتقول أنه بسبب الضغوط الحياة والقلق والتوتر والاكتئاب والضغوط النفسية المبكرة في السنة مبكرة يعني النظرية الأخيرة بتقول أن الميكروبات دي بيكون لها خصائص معظم جسم الإنسان مننا بيحتوى على عدد كبير جدا من البكتيريا النفعة اللي بتعيش في الأمعاء فهو لما جوم يشوفوا خصائصها والعوامل بتاعتها لقوا أن الناس المصابين بمتلازمة القولون المتهيج أو القولون العصبي بتكون خصائص البكتيريا أو المكروبات الموجودة دي النفعة دي اللي بتساعد على الهضب بتكون موجودة ولكن خصائصها أعنف بدرجة أكبر من الناس العاديين يعني ما بتكون موجودة بكثرة عن اللازم بكثرة عن اللازم أو بتكون الوظيفة بتاعتها أعنف بالشوية عن اللازم في الناس المصابين بمتلازمة القولون العصبي أو القولون المتهيج طيب حاجة حضرتك تقول لي أن طبعا حضرتك كلمت عن الأعراض ولكن حايب حضرتك تقول لي إيه أكثر الأعراض أو الأعراض اللي بتبقى موجودة بشكل كبير جدا واللي بتبقى منتشرة وبتدل على أن الشخص ده عنده قولون العصبي أول حاجة ألم مزمنة في البطن وعدم ارتياح في البطن لك أنه يحس بألم على فترات بعيدة أو ألم مستمر معي يحس أنه عدم ارتياح في بطنه فيه إسهال شديد مزمن وفيه إمساك شديد مزمن أو ممكن أحد المرضى يعني يقول لك أنا بيجي لي إمساك وإسهال مع بعض في نفس الوقت بالتبادل مع بعض فيه زيادة في الغازات فيه انتفاخ في البطن فيه ألم في فم المعدة وحرقان على الصدر فيه ناس بيحس أنه لما يأكل كتير أو القولون عنده يحصل فيه انتفاخ يحس بنهجان وكرشة نفس دي معظم الأعراض ولكن احنا طالما أخذنا الأول حاجة لألم فلازم ألم القولون ليه سبع خصائص دي ما تكلمنا قبل كده وقلنا أن كل ألم دي سبع أسئلة معينة بنسألهم عشان نعرف هو الألم ده طبيعته أو مصدره منين هنسأل عن المكان هيقول لك المكان وقال أنا كنت حابة أسأل حضرتك على المكان المكان التحديد أن يبدأ حوالين السرة كده طب بيسمع فين؟ بيسمع في الناحية الشمال حكس الزيدة لأن الزيدة بيبدأ حوالين البطن حوالين السرة ويبدأ يتجمع في الناحية المين ده بتجمع في الناحية الشمال لما تضغط على توجعه ده مكانه وصفه هيقول لك عبارة عن مغس أو تشنجات في البطن طيب المدة مدته هيقول لك قصيرة أو طويلة على حسب كل شخص طب بيزيد بإيه؟ وده سؤال مهم جدا يقول بيزيد لما أكل أو أكتائب أو أتوتر أو أدخل في ضغط نفسي أو عصبي يدخل في دور عصبي كبير يزيد لأن مثلاً أنت مثلاً الأسباب اللي هي بتزوده أنت عملته أي واباً اللي هي الرسك فاكتوس اللي عام الخطورة بتاعته طب بيقل لي بإيه؟ هي بيقول بيقل لي لما أدخل الحمام أتبرز أو يتم إخراج ريح طب هو مصاحب لعراض تانية؟ طبعاً مصاحب لإمساك وإسهال وانتفاخ وزيادة الغازات في البطن طب يا دكتور الفئة الأكبر المتعرضة للقولون العصبي أو بمعنى آخر من هم الأكثر عرضة للقولون العصبي؟ الأكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي وهم الشباب في سن مبكر شو سبب زي ما أنت عارف أترات المراهقة؟ الشباب في سن مبكر؟ في سن مبكر آه في مرحلة العواطف الزيادة والحاجات دي والسنوية وكده الأناس اللي بيغطوا الشباب في سن مبكر زي ما حضرتك بتقول مثلاً عشان بيبقى عليهم استرس ضغط عالي جداً فعشان كده بيجي لهم القولون العصبي اللي حضرتك حيب توضحه لإن زي ما حضرتك قلت أنه بيجي بسبب مثلاً الضغط وبسبب الاكتئاب بسبب الحالة النفسية بشكل عام الحالة النفسية الضغوط الحياتية المبكرة تمام؟ ممكن بيصيب الأناس اللي هم بياخدوا أقراس الاستروجين اللي هو الهرمون الاستروجين ييجي للأشخاص اللي عندهم تاريخ مرض في العيلة للإصابة بمرض القولون العصبي بيجي للمدخنين أكتر بيجي للناس اللي بيتناولوا وجبات سريعة ودي حاجة خطيرة جداً لوجبات السريعة اللي بتكون برا لبيت دي أصلاً ما يكون فيها كمية دهون كبيرة أو كمية شطة كبيرة ييجي طبعاً للناس اللي هم حياتهم صعبة ويعاوزين كل حاجة زي ما تكلمنا قبل كده وقلنا بالورقة والألم أو بالمصطرة والألم فدي أكتر فئة معرضة للإصابة بالقولون العصبي طيب إيه بقى مضاعفاته يعني ممكن يسبب إيهتين بهير القولون القولون في حد ذاته لو هو مثلاً عامل امساك شديد مزمن ممكن يدخل الإنسان في شرخ شربي والشرخ الشربي يؤدي إلى نزيف شربي من فتحة الشر أو ممكن الإلحاح الشديد في عملية التبرز بسبب عدم ارتياح البطن ده تؤدي إلى البواصير وبعد المضاعفات يقولك أن الإنسان اللي عنده القولون العصبي يبقى عنده تدني في جودة الحياة حياته متدنية بمعنى إيه؟ بيتأخر عن شغله بيكسل عن حضور الإجتماعات الخاصة به والأسرة بتاعته بسبب الألم اللي بيحصله لأنه ممكن يجيله في وقت مش مناسب خالص يعني بيخليه عنده لمبلاء يعني مش حكاية لمبلاء هو غصب عنه بصراحة لما بلغصب عنه بسبب أن الألم مثلا بيبقى شديد عليه تمام طب هو الألم ده يعني له فترة محددة أو له وقت معين ما أنا قلت المدة بتاعته بتختلف من شخص للتاني ممكن يروح الحمام يتبرز أو يخرج ريح الأمور تبقى تمام ويبقى كويس عشان مثلا بيبقى مثلا الغازات كتيرة جدا فهو الغازات دي بيتخلص منها فمن هنا الموضوع بيبقى أفضل شوية معاه دي حقيقي وطبعا التغير المزاجي بقى للإنسان اللي هو مصاب بالقولون العصبي يبدأ بقى يدخل في تغيرات مزاجية عنيفة جدا ويكتائب في بعض الأوقات دي أهم المضاعفات اللي بتصيب مريد القولون العصبي تمام طيب إمت بقى القولون العصبي يكون خطير يعني في أي حالة القولون العصبي الإصابة بيتكون خطيرة وإيه هي عام الخطور العلامات اللي بتدل على خطورة الحالة سواء كان قولون عصبي أو مرض آخر إذا وجدت لواحد بيعاني من مشكلة في بطنه فدي علامات خطيرة جدا أهمها فقدان الوزن غير معلوم السبب يكون بيخسي هو مش عارف وبيخسي ليه انعدام الشهية غير معلوم السبب برده إسهال ليلي مزمن ارتفاع في درجة الحرارة نزيف شربي قيء دموي أو القيء مستمر غير معلوم السبب يصاب بأنمية وفاكر دم بسبب نقص معدلات الحديد وغير معلوم السبب أيضا صعوبة في البلع كل دي علامات تدل على خطورة الحالة يعني الخطورة هنا ممكن ما يكونش فقط القولون ممكن يكون الأعراض ديت بتصطحب أمراض أخرى جدا معها أنت ما تعرفش إيه هي الأمراض بخصوص أن حضرتك بتتكلم عن الخطورة وأن ممكن يبقى فيه أمراض تانية دلوقتي أنت حضرتك جاي لك حد بيشتكي من القولون العصبي أنت عرفت أن الشخص ده عنده القولون العصبي بالكشف الأولي تمام؟ إمتى بتطلب منه فحوصات؟ هل أولا بتعرف أنت عرفت أنه عنده قولون العصبي بتطلب منه فحوصات معينة؟ ولا الفحوصات دي ما مش بتطلبها من أي حد وإيه هي الفحوصات دي؟ بص هو أنا لو جالي واحد سنه خصوصا السن دي حتى من ضمن عوامل اللي هي من ضمن علامات الخطورة اللي احنا ذكرناها قبل كده السن يكون فوق الخمسة أو خمسين سنة لو جالي مريض سنه فوق الخمسة أو خمسين سنة تطلب منه فحوصات ضرورة؟ وعنده تغير في العادة اليومية اللي هو دخول الحمام سواء كان البراز أو غيره عنده تغير في الحالة دي مع وجود أحد من المؤشرات اللي بتدل على الخطورة دي ده بالفعل لازم كده كده يتطلب له وتحاليل وأشعة خوفا عليه يعني خايف أنه ممكن يبقى عنده أمراض أخرى مش بينه ممكن يكون تكرح القولون يكون ألم يمكن يكون مثلا مرض مناعي في القولون ما نستبعدش ده كله فأنا لازم أصلا مريض القولون العصبي إذا جه وأنا متيقن تمام متيقن أنه مريض قولون عصبي برضو لازم بنعمله فحوصات عشان نستبعد وجود أي أمراض خطيرة عشان تطمن عليه للنافية مش للإزباعات يعني حضرتك حابب توضح أن القولون العصبي بيكون يعني عامل السن له يعني أهمية جدا مع حضراتكم في التشخيص بتاع الحالة خصوصا لو واحد سنه كبير وجاي يشتكي من بطنه أو جاي يشتكي في التغير في العادة اليومية بتاعته فده لازم طبعا نطلب له تحليل وأشعة لكن المريض لكولون العصبي احنا بنعمله التحليل والفحوصات وإحنا عارفين أنه هو مرض وظيفي مش عضو يعني ماليش علاقة بالأعضاء خالص بس بنعمله الفحوصات دي لنتجن والأمراض الخطيرة الفحوصات دي طبعا أهمها هنعمل صور الدم كاملة هنعمل تحليل وظيف غدة تركية تحليل كالسيوم في الدم هنعمل تحليل وظيف كبد وظيف كلا وتحليل جرسومة معدة وتحليل براز كامل ممكن يدخل لعمل أشعة يعمل أشعة عادية بالبريم على البطن أو أشعة صنارة على البطن والحوض وفي بعض الأحيان وخصوصا لو كان كبير في السن برضو مع نزيف أو معوش أو تغير في العادة بيضطر يتعمله منظر علوي ومنظر سفلي وده طبعا بيتم تحت إشراف الطبيب المختص طبيب الجهاز الهضم والكبد المختص بعضي الحياة تمام يا دكتور احنا طبعا نتكلمنا عن فحوصات واتكلمنا عن أشياء كتير يعني إزاي بيتم علاج القولون العصبي وبرضو حابب يعني بنسمع كتير جدا بيقولك القولون العصبي ملهوش علاج نهائي أساسا عايزين نعرف ما حضرتك له علاج نهائي ولا لأ ولو له إيه هو العلاج احنا الأول قبل ما ندخل في العلاج لازم في معايير معينة بنشخص بها أن ده فعلا قولون عصبي أول المعايير دي القلم اللي موجود في البطن أو عدم الارتياح اللي موجود في البطن ده ليه خصائص معينة أولها بيروح بعد التبرز الألم ده هل هو بيتزامن بيزهر بالتزامن مع التغيير في وطيرة التبرز ولا لا طيب الألم ده بيزهر بالتزامن مع التغيير في شكل البراز ولا لا طيب الألم ده بيزهر مع التغيير في عملية البراز ولا لا طيب التغيير في وطيرة التبرز بيكون إزاي بتكون أكتر من ثلاث مرات في اليوم أو أقل من ثلاث مرات في الأسبوع يعني أكتر من ثلاث مرات في اليوم أو أقل من ثلاث مرات في الأسبوع يبقى فيه تغيير في وثيرة التبرز كده طيب التغيير في شكل براز يكون متكتل أو صلب أو جاف لكل أشكوات المريض بيجي بيه طيب تغيير في عملية التبرز بتكون عبارة عن إيه يكون فيها إلحاح شديد جدا بيكون فيها بهد شديد جدا بيكون المريض يدخل الحمام ويتبرز ويحس إنه هو ما خلصت اللي عنده أو مش مرتاح بعدها مراحة برضه أو بيكون معه مخاط أو انتفاخ أو حرقان في فم المعدة أو ألم في الصدر أو ما شابه بناء على المعايير دي وتقييم الشكوى اللي المريض جاي بيها الطبيب المختص بيبدأ يدخل مع المريض في فحوصات سواء كانت أشعة أو تحليل زي ما تكلمنا في الفحوصات بالاعتماد على المعايير والفحوصات واستبعاد أمراض زي فرط حسسية الأكتلوز والسوربوتول والكلام ده المريض بيتم تأكيده من خلاله دكتوره أنه هو مريض قولون عصبي وعلاج القولون العصبي هو للأسف علاج مستمر لأنه هو حالة مستمرة مع الإنسان ملوش علاج اللي هو يقول لك علاج نهائي كده لا ما فيش الكلام تخط هي متلزمة بطوح وتيجي مع التغير في الحياة مع الأكل المعين مع الأمور دي فأهم العلاج اللي هو لا ياخده أحد الأدوية الغنية بالألياف الغذائية في حالة وجود إمساك هياخد أحد الأدوية الملينة في حالة وجود إسهال هياخد أحد الأدوية المضادة للإسهال هياخد مضاد للتقلصات أدوية بتشجع على نشاط القولون وأدوية مضادة للاكتئاب لأنها بتقلل فعلا من حدوث نوبات القولون العصبي تمام يعني حضرتك دي معايير التشخيص وده التقييم وده كيف يتم الوصول للتشخيص المناسب على هذه المعايير وده طرق العلاج المرتبعة يعني حضرتك بتأكد المعلومة اللي هي بتقول إن القولون العصبي ملهوش علاج نهائي ولكن ربما بعض الأدوية أو التوصيات اللي هو اتباعها بتقلل من فرص بتقلل يعني زي مسكن كده يعني حاجة بتسكن الشيء أو الحاجة دي الشيء ده بتخليه إيه إنه يخف شوية ويهدى شوية بيخليه يهدى طب هو ملهوش علاج نهائي ممكن طبعا حضرتك قلت إنه هو اضطراب وظيفي ممكن لوحدها كده تتعدل وتبقى كويسة أو اللي بيجيله القولون العصبي لا ما بيمشيش خالص احنا ما شفناش حد جاله خالص المتلزمة دي وقال لك لأنا خفيت منه هي متلزمة معاها على طول القولون العصب لكن في نصايح بيتبعها أهم النصايح دي إنه هو يبعد أو عن الأكل أو الأطعمة اللي هي بتزود من سوء الحالة زي الأطعمة زي الفصولية والبصل والتوم والكروم والفول والأرنبيت والطمر والزبيب والقهوة والشاي برضو خلي بالك طبعا الوجبات السريعة وخصوصا اللي بتحتوي على شطة أو دهون طبعا حضرتك بول يبعد عنها خالص أخذ كست كافية من النوم ده مهم جدا أو مارسة الرياضة بانتظام ده بتزبط من حركة القولون وبتساعد في عملية الهضم الإكثار من شرب السوائل برضو بيساعد في حركة الهضم بصورة ممتازة جدا الإبتعاد عن الألأ والتوتر والضغوط النفسية أهم حاجة استشارة الطبيب المختص طبعا دائما وأبدا في هذه الحالة يعني دي أهم التوصيات الخاصة بمريض القولون العصر تمام دي النصائل حضرتك بتقولها له عشان هو يقلل إيه من فرص العرق بالألم اللي بييجي والكلام ده تمام طيب حضرتك تكلمت إن ممكن يبقى فيه أمراض تانية يعني في وسط الكلام حضرتك قلت ممكن إيه أشهر الأمراض اللي ممكن تيجي للشخص بسبب القولون العصر هو مش هتيجي بسبب القولون العصبي لكن هو ثالما فيه اضطراب وظيفي بعض الناس بيكون عندهم اضطراب وظيفي في حركة القولون فجزء صغير أو منهم بيصاب برضو بالاضطراب وظيفي في أجزاء الجسم الأخرى المختلفة فتلاقي مثلا هو عنده متلازمة القولون المتهيج أو القولون العصبي وبيعاني من الألم المفاصل والعضلات اللي هو الألم العضلي الليفي أو ممكن يكون عنده اضطرابات ومشكل في النوم دي تحدث مع القولون العصبي أو ممكن يحس بالنوابات التعب المزمن والرهاك العام والكلام ده بسبب سوء الامتصاص وسوء التغذية يعني حضرتك بتتكلم عن موضوع مهم جدا وناس كتير جدا يعني بتاخد الموضوع ده بدون أهمية اللي هو زي ما حضرتك قلت الوجبات السريعة ضغط النفسي النوم ناس كتير جدا النوم فعلا مش مظبوط يعني النوم بتاعها زي ما بقولك كده الصبح بتاعهم ليل والليل بتاعهم صبح وما بيناموش وناس كتير جدا بتبقى مضبوطة جدا نفسيا يعني الناس دي تقول لها ايه يعني يعني انت حضرتك في أغلب الحلقات تكلمتيني عن النوم وعن الضغط النفسي وعن الضغط النفس يعني الاتنين دول حاسس انه هم يعني يعني مصدر سي بتاع الحياة يعني اللي هما السر الواحد اللي هو ما عملهمش هيبقى عنده خلل في أشياء كتيرة جدا فانت تقول للناس ايه نصائح حضرتك عن النوم والضغط النفسي تحديدا مع حضرتك للقامرة وعايزة تنصح الناس هو الضغط النفسي كلنا طبعا مضغوطين نفسيين كل الشباب اليومين دول عندهم الضغط نفسي بسبب بقى الشغل بسبب ضغوط الحياة علينا عموما بسبب الحاجات دي فاننا قلت قبل كده ان كل شيء خلقناه بقدر يعني انت مش هتغير اي حاجة انت عليك بس ان انت تسعى والنتيجة دي بإيدة الله سبحانه وتعالى فكل اللي عليك انك هتشتغل هتحاول تلاقي فرص كويسة هتشتغل فيها هتحاول تبني نفسك بنفسك اللي هو تعتمد على نفسك من بعد ما تتخرج الامور ده كلها كويسة جدا هتقلل من ان انت تقعد لوحدك في البيت هتقلل من انت تدخل في أدوار اكتئاب أو قلق لان عقل الانسان لا يستوعب شيئا مع بعض يعني اذا انت قاعد فاضي هيبدأ اتراكم عليك الهموم والضغوط والقلق والتوتر وتدخل في نوابات فضيع من الحاجات دي لكن لو انت مليته بشغل لو مليته بفكرة معينة فبالتالي يعني عقلك بالتدريج هيبدأ ينصكور الأشياء المهمة ويسيبه ايه الحاجات اللي هي ممكن تتعبه دي لان التعب الجسدي والشغل وتروح ترتاح في بيتك وتنام بعد ما تتعب كده ده افضل بكتير من 100 ساعة تعب نفسي كلام حضرتك يحترم جدا وانا من هنا برضو بضم صوتي للدكتور خالد يعني هي النفس برض حتة دي النفسه اللي لم تجردها بالحق شغلاتك بالباطن هو كلام حضرتك يحترم جدا وحضرتك برضو قلت حاجة كويزة جدا انك انت مش هتعمل حاجة وعشان كده انا بقول من هنا يعني تأجيدا على كلام حضرتك مهما كنت محموم يعني مهما كانت عندك ظروف مهما كانت عندك مشاكل تيقن ان ربنا مش هيختار لك حاجة يعني انت مش قدها ربنا يعني هيختار لك حاجة معينة يعني البلاء بيجي للمؤمن بيجي للشخص الطاقي بيجي للشخص اللي هو يتحمل مهما كان البلاء مهما كانت الحمول عليك اتحمل وخلي عندك يقين بالله خلي عندك يقين ان ربنا مهما كانت الظروف هو هيخرجك من الحلق اللي انت فيها ان ربنا جنبك وطول ما أنت عارف وعندك يقين بالله وطول ما أنت متيقن وطول ما أنت متأكد أن ربنا جنبك ربنا مش هيغزلك ولكن أنت لو أنت قلت لأ ومش عارف إيه وانا مش هخرج من الوضع اللي أنا فيه فلأ وأنت كده كده هتقع أكثر وزيما الدكتور خالد برضو قال يعني حاول أنك ما تشغلش نفسك بالهموم اللي عندك يعني لأ اشغل نفسك بشيء تاني يعني اشغل نفسك بشيء تاني بحيث أنك ما تفكرش في الهموم دي المهم عشان ما نقلوكش من الموضوعنا يا دكتور خالد القولون العصر طبعا فيه ناس كتير جدا بيكون عندها أمراض كتير وناس بتاخد أدوية جتير جدا الأدوية دي زيما حضرتك تكلمت أن الحاجة خاصة بالهرمونات بتاع السيدات لو ما بياخدوها بيجي لهم متلازمة القولون العصر أكرس من الحامل أموان بشكل عام فيه أدوية أخرى ممكن يعني قصرة الأدوية والأدوية الكتير ممكن تعمل الإصابة تجيب الإصابة بالقولون العصر بيوالا بص هي قصرة المسكنات بواجهة عام ممكن تعمل ألام مزمنة في المعدة والتهابات حد في المعدة وبالتالي المعدة هي أول جزء من أجزاء تهاز الهضم فإذا اضطرب الهضم في المعدة وإذا حصل مثلا فيها كرحة أو أي شيء من الأشياء دي فبالتالي هيبدأ يندر القولون برضو بس مش يكون قولون العصبي لا يكون مثلا التهاب هيكون مرض عارض وهيروح مثلا إذا علجنا السبب والأمور دي تمام هو كلام حضرتك جميل جدا وحب برضو اسألك سؤال تاني القولون العصبي تمام طبعا ممكن في بعض الأحيان لما الواحد بيجيله مثلا إذا حضرتك بتقول انتفاخات بيجيله واجع بيجيله أي شيء بيقولك أنا عندي القولون العصبي على طول يعني ناس كتير جدا فمن أي شيء بيقوله قولون عصبي هو فقم كلمة شائعة بين الناس وكل بينهم وبين بعض حتى ممكن واحد يجيله إزاي ده أقولك ده أنا عندي القولون العصبي فلا أي حد حس بتعب في بطنه خصوصا لو كان كبير في السند لو حس إنه هو العادة اليومية بتاعته متغيرة لو حس بأي إحساس بأي عام مؤشر من مؤشرات الخطورة اللي احنا وضحناهم ده طبعا لازم يتوجه للطبيب وعمل الفحصات اللازمة عشان يستبعاد أي مرض خطير لأ ما فيش حد يستهتر بالحاجات دي أي شكوى لازم يتم احترامها طبعا وتقييمها والبناء على المعلومة المفيدة والبناء على المعلومة المفيدة التي تفيد الطبيب وتفيد المريض في نفس الوقت مش كل حاجة لا مش كل حاجة إن أنا لأ أنا عشان كده بطنة النفر عشان أنا عندي قولون العصبي إن أنا مثلا زهقان شوية بسبب القولون العصبي لا القولون العصبي ده إحدى من استبعيده وآخر حاجة لأن أنت كده ممكن يعني إيه تضمر نفسك تضمر يعني صحتك بسبب إنك أنت استهترت بالمرض أو بالحاجة اللي هي عندك يعني أنت ممكن تقول إيه عم ده ده انتفق عادي ده تعب عادي جدا تمام ولكن يعني هو الوقت لأسف شبه انتهى تمام أنا بشكر حضرتك جدا ربنا يحفظك أستاذ أحمد وطنة ولكن برضو حابب أخذ من حضرتك يعني نصيحة أخيرة المشروبات الغذية والمكملات الغذائية تمام بالنسبة للمشروبات الغذية بس سريعا المشروبات هل بتسبب قولون العصبي ولا أه لا المشروبات الغذية بتسبب الإصابة بأمراض القولون العمومة الشرط القولون العصبي تمام أنا بشكر حضرتك جدا وحضرتك شرفتين ونورتين يا دكتور خالد وإن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة وشرفت ونورت ربنا يبارك فيك أعزائي المشاهدين أتمنى تكون الحلقة أعجابكم وإن شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة من برنامج حلم حق